لا سلمت من قرحتين خدود مذلتقى خدك والسعيد فليت ما تحتى على القلوب خير لإمامنا سلام الله عليه إذا خرج مشاوير وأماكن يقف عندها ومن تلك الأماكن يأتي إلى كربلاء المقدسة ويقف عند قبر جده الحسين ويشق قبر الحسين فيخرج قطعة قماش بيضاء ملفوفة وهي مضمخة بالدم إلا ويا يتساءلون شم طلع أبو صالح شم طلع من قبر الحسين واحد يقول أظن هذا راس الحسين لأن جاب زين العابدين وأرجعه إلى الجسد الثاني يقول لا ما أظن الرأس هذان هما الكفان الذان قطعهما الجمال الثالث يقول لا ما أتصور الكفين شا شنوه يقول هذا القلب الذي استخرجه السهم المثلث الرابع يقول لا هذا خنصر الحسين الذي قطعه بجدل حينما أراد أخذ الخاتف الإمام يلتفت ودموعه تجري على صحن خده يقول لا راس الحسين لا كفال حسين لا قلب الحسين لا خنصر الحسين شا شنوه يا صاحب الزمان يفتح الإمام تلك الخرق البيضاء فيستخرج طفلا رضيعا والسهم فيه نحره يوجه الخطاب مبسل الشيعاء إلى كل العالم يا أهل العالم ما صنع هذا الرضيع حتى يذبح من الوريد إلى الوريد فيضج العالم ضج واحدة وا حسين كل شنوه قال رضيع ملفوف بقماطة بعد ما شاف ساعة الذبيح إذا الإمام صاحب الزمان وهو أبو الصبر هذه حالة قل لي إذن أم الرضيع شلون حالة إلا جايب لها أبوه هالرضيع والسهم فيه نحره أنا هذه الكلمة يا إخواني بس ليلة العاشر أقرها غيرها من الليالي ما أجيبها صعبة صعبة تدري شنوه بعض الفضلاء ينقل وهو من أساتذة الحوزة ما أدري أنا ما شفت الرواية بس هو يقول حثر عليها يقول يوم إيجا الإمام الحسين شايل الرضيع بعد الذبح استقبلته زينب تقول لأبو علي شأندك قال يا زينب ذبحوه رضيعي قالت لأبو علي وإنت تبتي على الطفل الرضيع أخوك العباس راح ولدك علي راح قال زينب شوفي شصاير هذا السهم يوم ثبت في رقبة الرضيع خرج من الجهة الأخرى وثبت في ذراعي وأنا ما إلي قلب أسحب السهم أخاف أذي ولادي حتى لو هو ميت قالت لأبو علي لا تتحير أنا أطلع السهم وأخذت زينب تحرك السهم ورقبة الرضيع تهتز على يدي الله يا زينب الله يا زينب زين اجت لك عاد أم الولد والحسين يدفنه مرت على الناقة يوم الحادي عشر شوف يحترق قلبك لولا خلني أشوف قلبك وولاءك وحبك للحسين وين يودك الرباب على الناقة يوم الحادي عشر تشوف ليلا أطلع جسد علي الأكبر تشوف رملا أطلع جسد القاسد تشوف أم كل ثوم حاطة عينها هناك على بطل ممدد صوب المشرعة تعرفة لولا أبو فاضل الرباب صاحت على زين العابدين يم علي هذه كل واحدة من النسوان شافت جسد أولادها وين أخوك الرضيع وينه وينه أي صوب ممدود والله شلون أقراها الكلمة ما أدري قال لها يم باوعي شوف جسد الحسين هذا أخويا الرضيع على جسد أبوها وإذا بالأعوجية أقبل الداسة الرضيع والحسين حتى اختلط لحم الرضيع بلحم صدر الحسين ولهذا يوم اللي جزين العابدين بعد موارات الأجساد كل واحدة من النسوان جاية تسأل بس الرباب متحيرة شتسايل تقول لها يعني طلعت أخوك من صدر أبوك آخ يا الله جتل رباب اتصيح قلبي من الحزن ذاب اريد انشدك يا الاذي واريت لحب عن نور عين حسين قابل تهيل الاتراب شلت السهم من هنا زلت الجسد زين شلت السهم من هنا لا لا أعيد البيت أريد أسمع صوتك إلا ما تعود عليه جتل رباب تصيح قلبي من الحزن ذاب أريد انشدك يا الاذي واريت لحب عن نور عين حسين قابل تهيل الاتراب شلت السهم من هنا زلت الجسد زين يا الله شلت السهم من هنا عفية عليك بيا حالي شفت جنازة يا نور عيني قلها بعارة قالت أسئلك عن جني بيا حالي شفت جنازة يا نور عيني قلها بعارة قالت أسئلك عن شفت جنازة يا نور عيني شفت جنازة يا نور عيني قلها بعيني بس لا تسألي البيت عليك حطيت عبد الله الراضي عب حفرتك حطيت عبد الله الراضي عبد الله الراضي قالت يا ابو محمد ترى حتياك شعبني بصدر الشهيد حسين شفت خليبني يا ريت ذاك القبر وياهم يضمني وإيه صوتك صاحة تبعى للصوت واحزني على حسين يلا صاحة تبعى للصوت واحزني على حسين يصير أنزلوا ما نون على زينب ترضون يعني قلوا لي أنتوا ترضون زينب ما نذكرها غير هضيمة أريد أن أشدك ما يشعبني عليك عليك رويت قلب لو دفعني أعيد أعيد أريد أن أشدك ما يشعبني رويت قلب لو دفعني أعيد أبالله يا حفر القبر ردان علي عطشان أخي لو شرب شنو رويت قبل التدفن رشت البني بل كتريد روحا ترى هما تعطشان بل كتريد روحا ترى هما تعطشان قالوا لي على صدر حسين نايم يا بعد عمري قالوا لي على صدر حسين أخافي أذيك البيت حط يدك على قلبك ولين نزلت لا تعطبني قالوا لي على صدر حسين نايم يا بعد عمري يا بعد عمري يا بعد عمري يما الحسين انكسر صدره أبا حطك على صدر اللهم صل على محمد وآل محمد يا بعد عمري يا بعد عمري